السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة تايم سيفنج وفر وقتك النهاردة عندنا فيديو جديد حنعرفك ازاي تزبط الاضاءة بتاعت الفيديو بتاعك حتى لو عندك سيستم اضاءة ضعيف جدا وصورت الفيديو وحسيت ان الفيديو فعلا فيه مشكلة وشكله مش حلو هنشوف مع بعض ان شاء الله نحل الموضوع ده ازاي شايفين الفرق ما بين الفيديو باضاءة وفيديو من غير اضاءة طبعا فرق كبير طبعا الصورتين لنفس الفيديو لكن ده اتزبطت الاعدادات بتاعته على الادوبي بريمير بسيتنجز بسيطة جدا وده اترفع زي ما هو طبعا الاعدادات بسيطة جدا هنشرحها في الفيديو بالتفصيل على الادوبي بريمير لو انت مهتم بالموضوع خليك معانا وهتشوف ان شاء الله تحسن فيديوهاتك بخطوات بسيطة جدا طيب برنامج الادوبي بريمير زي ما احنا شايفين كده احنا انا عملت الاعدادات دي حشيل الفيديو تمام وعملت مارك للان والاوت مش مشكلة موضوع ان انت مارك يعني انا باخد جزء معين من الفيديو تمام وبعدين بسحبه على الطايم لاين او بضغط هنا بينزل الفيديو عندي طبعا الفيديو عندي زي ما احنا شايفين طيب الفكرة ان الفيديو ده معموله زوم عشان هو الستنج البريسيتس بتاعته مختلفة لكن هنقدر ان احنا ندخل على ندخل على افكت كنترولز طبعا انا مش بشرح ادوبي بريمير انا بشرح حاجة معينة لو انت عايز كرصات للادوبي بريمير تقدر ان انت تشوف كرصات كتيرة موجودة على اليوتيوب بتشرح البرنامج بالكامل طيب دلوقتي انا عملت ده عشان اخلي الفيديو هين زي بعض وابدأ اشتغل بالنسبة للافكتس لما هندخل هنا انت محتاج تختار الاوبشن ده اللي هو اسمه لوميتري كالر لما بتختاره معاك بتدخل على البيسيك كوريكشنز ومن هنا بتقدر تتحكم في الفيديو بالشكل اللي انت عايزه عشان ترفع الاضاقة طبعا احنا هنزود شوية الكوندرست حاجة بسيطة طبعا اللي انا هعمله ده مش نفس الاعدادات اللي هتكون موجودة في الفيديو بتاعك لان كل فيديو له اعداداته حسب الاضاقة اللي موجودة عندك هنزود الاكسبوجر شوية هتلاقي الدنيا بدأت توضح معايا هنقلل الشاروز حاجة بسيطة وبعد كده هنبدأ نزبط هنا شوية هتجي لنسبة ازرق لو انت حابب الموضوع ده ده عشان تعمل بلانس بترجعه شوية يعني بتحاول تزبطه شوية كده زي ما احنا شايفين وبعد كده ندخل على الكيرفز الكيرفز بقى بتحطه نقطة هنا نقطة هنا ونقطة هنا وتبدأ تتحكم في النقط دي هتلاقي تغير كبير موجود معاك في الفيديو زي ما احنا شايفين بص بصوا معايا طبعا زي ما قلنا الاعدادات دي مش سابتة انا بس وردكم الاوبشنز اللي انت ممكن تستخدمها معاك في الفيديو لكن طبعا الفرق ما بين الاضاءة هنا كبير جدا انت تحس ان انت هنا عندك سيستم اضاءة محترف وانت قاعد بتصور وعندك السيستم ده لكن في الحقيقة الفيديو الاساسي هو الفيديو ده اه اتمنى تكونوا استفدتم الموضوع بيتلخص في ان انت بتدخل على الومتري كالر وبتتحكم في البيزيك كوريكشنز هنا بعض الاعدادات البسيطة لو ما زبطتش معاك تقدر تعمل ريسيت من هنا وترجع تاني تمام وبعد كده بتدخل على الكيرفز طبعا في اعدادات تانية كتير في الادوبي بريمير اقوى وافضل لكن احنا شرحنا الحاجة الاساسية البسيطة وان شاء الله في المستقبل هيكون في فيديوهات بتشرح الاعدادات المتقدمة عشان تعرف تزبط الفيديو بتاعك اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد مع تايم سيفينج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة